السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بالخير والأخير وفي أحسن الأحوال مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تمامة وبطبعة الحال مع أخي الأخبار وأخي المستجدات يوم قد نتكلموا إخواني أخواتي على الردد ديال بيدرو سانتشيس رئيس الحكومة الإسباني بخصوص الخطب ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله لكن دائما كالطلب الروتيني كنتلب منكم أنكم تلايكي وتبرتجي وقدر المستطاع كدعم للقناة وكتحفيز المجهودات اللي كنديره يخواني أخواتي ولأول مرة شاهدت القناة وبطبيعة الحالة يجبوا المحتوى ديالنا ما يبخل شعريني بالاشتراك ويفعل الجرس بجميع تصمي الجديد وكذلك متتبعي الأوفياء اللي دائما كتدعموني ودائما حضرين معي في القناة كنشكركم بزاف لتعم ديالكم وتشعر ديالكم والبرتاج ديالكم للقناة أما الضيوف جداد فمرحبا وآلف مرحبا على بركة الله قد ندخلو السور بالموضو إخواني أخواتي بدروسان تشيس يعني ما تعطلش بزاف من بعد ما جلالة الملك دا الخطاب وقالب اللي هو شخصيا اللي كيوقف على العلاقة الإسبانيا المغربية وفي أول رد رسمي خارجي بشأن يعني محتوى الخطاب اللي وجهه جلالة الملك محمد السادس يعني مأساء الأمس إلى الشعب بمناسبة الدكرة 68 لطورة الملك والشعب أكد الرئيس الحكومة الإسبانيا بدروسان تشيس بأن الخطاب كيشكل واحد الفرصة كبيرة لإعادة تحديد الركائز والمعايير التي تطرق العلاقات بين إسبانيا والمغرب وقال سانتشيف لقاء صحفي يعني في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي بأنه يعتقد أنه مع كل أزمة تتولد فرصة يعني إخواني أخوات يعني الأزمة اللي كانت ما بين إسبانيا والمغرب هناك يقول بيدروسانتشيس بأن مع كل أزمة يعني كان تعطى فرصة يعني جلالة الملك محمد السادس تعطى الإسبانيا فرصة أخرى بحيث قال الرئيس الحكومة الإسباني بيدروسانتشيس أعتقد بأن الخطاب دي الملكي يشكل واحد الفرصة كبيرة لإعادة تحديد العلاقة بين البلدين والركائز التي تقوم عليها وحرص هذا سانتشي يعني بيدروسانتشيس على الترحيب بمضمون الخطاب الملكي وعبر يعني على الإمتنان دياله الملك بخصوص الشركة التنائية المبنية على التقاء والتفاهم المتبادلين وقال بيدروسانتشيس رئيس الحكومة الإسبانية في الواقع فإنه على الثقة والإحترام والتعاون الحاضر والمستقبلي يمكننا بناء علاقة أقوى من التي تجمعنا حاليا يعني إخواني أخواتي هذه بديرة كبيرة من رئيس الحكومة الإسبانية بحيث يقول بأن العلاقة اللي غادي تكون يعني في الحاضر غادي تكون متينة وكبيرة كثير من اللي كانت في الماضي بحيث يمكن للبلدين يعني غادي بني واحد العلاقة أقوى من اللي كانت تجمعنا يعني حاليا مشددا على تفرض وعمق العلاقات التي تجمع المغرب وإسبانيا وأضاف بيدروسانتشيس يعني لقد رأينا دائما في المغرب شريكا استراتيجيا لإسبانيا ولكن أيضا لكل الاتحاد الأوروبي مسجلا أن المغرب وإسبانيا حليفان وجيران وأصدقاء بحيث أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب دياله ديال الأمس على أن المغرب يتطلع بكل صدق وتفاؤل لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانيا ومع رئيسها بيدروسانتشيس من أجل تدشير مرحلة جديدة وغير مسبوقة يعني في العلاقات بين البلدين الشارعين وشدد العهي المغرب في خطابها ديال العشينغوش على أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس التقوى الشفافية والاحترام المتبادل والوفاء والالتزام إخواني أخواتي هذه العلاقات ما بين إسبانيا والمغرب يعني فرصة جديدة وفرصة زوينة يعني باش يترجع العلاقة كما كانت وباش يعني جميع الأمور اللي كان ما بين إسبانيا والمغرب يتحلوا وخح نحن عارفين الأسباب اللي كانت أو الأسباب اللي كانت وراء هذا الأزمة يعني بطبيعة الحال نحن كاملين كان نعرفوها هي الجارة الشرقية أنهم طمعوا إسبانيا أو طمعوا الحكومة الإسبانيا بالغاز يعني يعطوهم الغاز فابور باش يعني يكونوا ضد المملكة المغربية وبطبيعة الحال عدم النرج ديال الحكومة الإسبانيا خلها الطح في الفخ ولكن دائما كنقول لكم لا يصحوا إلا صحيح هنا الجارة الشرقية غادي تموت بالغاز نظرا لتحسن العلاقة الإسبانيا المغربية أخواني أخواتي بطبيعة الحال لما خطب الملك محمد السادس نصراء الله الكبرانات دي الجزائر الأغوية ما قروش الرسالة جيدا يعني الرسالة الملكية ما قروش جيدا لكن دبا منين جلالة الملك خطب الإسبان الأدكياء استجبوا بسرعة لأنهم كعرفين وعندهم واحد العلم اليقين أن المستقبل ديالهم في المغرب وأن الشراكة مع المغرب كتضمن لهم الاستقرار وبيدرو سانتشيس يعني استغل الفرصة للمبادرة يعني للصلح ديال العلاقات يعني أو لإصلاح ما أفسدت ما أفسده يعني تصرف الأحمق ديالجزائر مع وزيرة الخارجية السابقة وليس كذلك يعني الجارة الشرقية اللي رفضت اليد اللي تمدت لها من طرف جلالة الملك محمد السادس وفضلات يعني الموت ديال الشعب ديالها باش ما تقبلش المساعدة من أخيها المسلم أو من الدولة الجارة ديالها والتجأت للأجانب رغم ذلك تم رفض ديال المساعدة وبطبيعة الحال يعني هات السلحة غدي يكون يعني فرصة كبيرة باش العلاقات ترجع كيما كانت وترجع أقوى كي اللي كانت عليه وكذلك يعني من المصلحة ديالجالية المغربية من المصلحة ديال السكان ديال ومليليا ان هاد العلاقات يعني هاد تكون حسن من اللي كانت وقريبا ان شاء الله غادي نسمعو أخبار مفرحة غادي نسمعو فتح المعابر ديال السبتة ومليليا وكذلك فتح الخطوط البحرية ما بين إسبانيا والمريب إخواني أخواتي هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى أنكم تبرتجوا هاد الفيديو قدر المستطاع باش تعمل فائدة وكذلك باشكوا الاستمراري لأول مرة شاهدت القناة وبطبيعة الحال عجب المحتوى ديالنا ما يبقى لشعلينا بالاشتراك ويفعل الجرس بجدي ما يتوصل بالجديد تحية لكم كبيرة والتحية للشحب المريبي والتحية للديبلوماسية المريبية والسلام عليكم وحمد الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة